رابعا استبدال الأصول الثابتة أي قيام المنشأة باستبدال الأصول الثابتة بدلا من شراء أصول جديدة وهو ما يعرف بالتبادل غير النقدي ولتوضيح المعالجة المحاسبية لعمليات التبادل غير النقدي نعرض الحالات الآتية هناك حالتان الحالة الأولى المحاسبة عن تبادل الأصول غير المتماثلة أي آلات مثلا بسيارات أو آلات بمعدات أو آلات بمباني وغيرها أصول غير متماثلة والحالة الثانية المحاسبة عن تبادل الأصول المتماثلة أي سيارات بسيارات آلات بآلات معدات بمعدات وهكذا الحالة الأولى تبادل أصول غير متماثلة وذلك مثل مثلا تبادل سيارات مع آلات ويلاحظ في هذه الحالة التالي تتحدى التكلفة الأصل الذي يتم الحصول عليه في هذه الحالة على أساس القيمة السوقية العادلة للأصل المتنازل عنه أو القيمة السوقية العادلة للأصل الذي تم الحصول عليه أيهما أكثر وضوحا وفي حالة تعذر تحديد القيمة السوقية لأي أصل من الأصول يتم استخدام القيمة الدفترية للأصل المتنازل عنه وذلك كأساس لإثبات عملية التبادل في هذه الحالة أي حالة تبادل الأصول غير المتماثلة فإن المكاسب أو الخسائر الناتجة عن عملية التبادل يجب الاعتراف بها وإثباتها في الدفاتر وذلك لأن العملية الإيرادية المتعلقة بهذه الأصول تكون قد اكتملت أيضا يجب أن يراعى الآتي هناك أمران يجب تحديدهما بدقة أولا تحديد تكلفة الأصل الذي تم الحصول عليه لأنه لم يتم شراءه فكيف يتم تحديد تكلفة الأصل الذي تم الحصول عليه يتم تحديده على النحو التالي تكلفة الأصل الذي تم الحصول عليه تساوي القيمة السوقية للأصل الذي تنازلت عنه المنشأة مقابل حصولها على ذلك الأصل زائد النقدية المدفوعة إذا قامت المنشأة بدفع مبلغ إضافي في عملية التبادل ماقص النقدية المحصلة في عملية التبادل إذا قامت المنشأة هي بالحصول على مبلغ بدلا من دفع مبلغ أيضا يجب تحديد المكاسب أو الخسائر المترتبة على عملية التبادل وتتحدد على النحو التالي القيمة السوقية للأصل المتنازل عنه ماقص قيمته الدفترية ومن المعروف أن القيمة الدفترية للأصل هي عبارة عن تكلفة الأصل مطروحا منها مجمع إهلاك الأصل السابق هذا ما يعرف بالقيمة الدفترية والمثال التالي يوضح كيفية حساب تكلفة الأصل أو المعالجة المحاسبية لاستبدال الأصول غير المتماثلة فإذا قامت إحدى الشركات مثلا باستبدال جزء من سياراتها القديمة والتي تبلغ تكلفتها 300 ألف ريال ومجمع استهلاكها 200 ألف ويجب أن نلاحظ هنا هذا معنى أن القيمة الدفترية لهذه السيارات هي عبارة عن 300 ألف ناقص 200 ألف إذن القيمة الدفترية لهذه السيارات 100 ألف ريال وقيمتها السوقية 160 ألف ريال بمعنى لو أن الشركة قامت ببيع هذه السيارات القديمة في السوق لحصلت من وراء ذلك 160 ألف ريال قامت الشركة باستبدال سياراتها القديمة هذه بآلات جديدة قيمتها السوقية 320 ألف ريال أي لو قامت الشركة بشراء هذه الآلات الجديدة من السوق لتم شراءها بمبلغ 320 ريال في عملية المبادلة هذه قامت الشركة بدفع مبلغ 20 ألف ريال كمبلغ إضافي في مقابل عملية المبادلة في هذه الحالة المطلوب إعداد قيد اليومية اللازم لإثبات عملية استبدال الأصول غير المتماثلة والإجابة هنا يتم الإثبات كما ذكرنا بالقيمة السوقية للسيارات وهو الأصل المتنازل عنه وذلك مع إضافة المبلغ الإضافي الذي تم دفعه إذن الشركة تسبت تكلفة الآلات التي تم الحصول عليها تساوي القيمة السوقية للأصل المتنازل عنه وهو السيارات ومقدارها 160 ألف زائد المبلغ الإضافي الذي تم دفعه للشركة الأخرى إذن تكلفة الحصول على الآلات بالنسبة للمنشأة يمثل 180 ألف ريال تحديد المكاسب أو الخسائر من عملية المبادلة كما قلنا تساوي القيمة السوقية للأصل المتنازل عنه وهو السيارات 160 ألف ريال مطروحا منه قيمته الدفترية اللي هي عبارة عن التكلفة 300 ألف ناقص مجمع الإهلاك 200 ألف إذن القيمة الدفترية للسيارات 100 ألف إذن الفرق 60 ألف ريال هو عبارة عن مكاسب استبدال الأصل وفي هذه الحالة قيد اليومية اللازم لهذه العملية عبارة عن يتم حساب إذبات الآلات إذبات الآلات في دفاتر المنشأة بجعلها مدينة بتكلفة الحصول عليها وقدرها 180 ألف ريال أيضا مجمع استهلاك السيارات يجعل مدينة بـ 200 ألف لإقفاله في حساب السيارات ثم الجانب الدائن حساب السيارات دائنا بتكلفة الأصل المتنازل عنه 300 ألف لإقفاله وحساب النقدية دائنا بمبلغ العشرين ألف التي تم دفعها كمبلغ إضافي على عملية المبادلة ثم مكاسب استبدال السيارات 60 ألف ريال ترجمة نانسي قنقر